انا متأكدة للمكونات بتاعت الوصفة ديت موجودة عندك دلوقتي هنعمل حلويات طعمها حلو جدا دوار الشمس باقل التكلفة وكمان على البارد يعني من غير فرن خالص بحاجة بسيطة جدا تقدري تعملي حاجة جميلة لرأس لسنة تفرح بيها لولاد زي ما انت شايفة كده من اقل التكلفة ان شاء الله باذن الله والطريقة سهلة وبسيطة اول حاجة معي باكو من البسكوت السيدة طبعا على حسب الكمية اللي انت هتستخدميها انا الباكو البسكوت دوت اللي هو الحجم الكبير جبت البسكوت وحطيته في بولة بالشكل دوت وبدأت اللي انا اكسره حسيت الموضوع هياخد معي وقت كبير جدا ومش هيوصل للنتيجة اللي انا عايزها فاضطريت اللي انا عملته في الكبه بالشكل ده نزلت عليه بربع كوباية من الزبدة الصيحة وهقلب كله مع بعض وتقدر تستبدل الزبدة بسمنة لو انت حبه او لو مش متوفر عندك قلبت كله مع بعضه لحد ما تداني النتيجة اللي هو عامل زي الرمل المبلول دي كده النتيجة المطلوبة يلا بسرعة لو انت مش عامل اللايك اعملي لايك واعملي متابعة للصفحة وليه اللي بتتفرج علي منين جبت معي صنية الكوب كيك وحطيت فيها الورق بتاع الكوب كيك هحط في كل واحدة هحط كده حوالي معلقة معلقة كبيرة هرمية علشان خاطر تديني نتيجة كويسة في الاخر طبعا مش هحط سكر خالص لان البسكوت بيكون مسكر هخلص الكمية كلها وبعد كده باي حاجة عندك تقدر اللي انت تضغطي البسكوت بالشكل دوت عشان يديكي شكل حلو في النهاية وبعد كده نحط الطبقة التانية طبعا ممكن بحاجة بسيطة جدا ممكن بكوباية وتعملي الحركة اللي انا عملتها بعد كده معي حاجة بتتحطي على النور حطيت فيها كوباية ونص من اللبن وهنزل ببكو من الكريم كراميل بس مش هستعمل الكراميل حطيت بكو ونص بالشكل دوت كده وهبدأ اللي انا اقلبهم وارفعهم على النار لحد ما يتقلوا معي تقلوا معي بالشكل دوت ودوت الكوام اللي انا محتاجيه مش عايزة اتقل من كده ومش عايزة اخف من كده هنزل بي على الكوب كيك بالشكل دوت كده علشان خاطر يديلي نتيجة كويسة وطبعا مش هاملها للاخر لانا هسيبك كده فيها 3 تربع الكمية علشان خاطر بعد كده هنزل بكذا حاجة هقولك عليها دلوقت طبعا تقدري تستبدلي الكريمة اللي هي بتاعت الكراميل بشيس كيك لو انت حبه معي بقى طبعا القريو شلت فصلت كل واحدة عن التانية وشلت الكريمة اللي بتبقى بينهم وبدأت اللي انا احط القريو بالشكل دوت طبعا بعد ما الكراميل لمسك معي شوي يعني سبته كده حوالي عشر دقايق في الجو اللي احنا في دلوقت دوت مسك على طول هعمل الكمية كلها بالشكل دوت كده وطبعا هنا معي نص كيس الكراميل اللي احنا فتحناه في الاول هحط عليه نص كباية مية وهرفعهم على النار وهعمله بالمية علشان خاطر انا محتاج اللون الاصفر اللي بيبقى فيه دوت كده طبعا السكر اللي بيبقى موجود في الكريم كراميل دوت احنا مش هنحتاجه بس تقدر اللي انت تستخدميه في اي وصفة تانية هحطه بالشكل دوت كده بعد ما رفعتها على النار وتقل معي كده اداني شكل دوار الشمس عايز اقولك الطريقة سهلة وبسيطة واكيد انت خدت بالك منها اللي مش فاش تكلفة عالية خالص لكن النتيجة حلوة وتعامها احلى دخلتها التلاجة لمدة عشر دقايق وخرجت معي بالشكل والجمال دوت كده تعالي نفتحها مع بعض ونشوفها من جوه شكلها عامل ازاي عايز اقولك بتدف البق ونعمة جدا والولاد كلهم هيحبوها وحاجة مختلفة غير اللي احنا متعودين عليها على طول دوار الشمس من من الحلويات اللي سهلة وبسيطة وتحس كده اللي بتتعامل فاقل من عشر دقايق خلاص كده ادى كده شكلها في النهاية اكتبي لي في الكومنتات لو انت تعرفيها او اول مرة تشوفيها اكتبي لي في الكومنتات وقولي اللي بتتفرج علي منين وما تنسيش تحطي متابعة للصفحة واللايك بتاعك اللي بينوارني ويكترني كده خلاص الوصفة بتاعتنا خلصت ادامان تكون عجبتك وتقومي على طول تنفذيها سهلة وبسيطة وكمان مفهاش تكلفة عالية خالص بحبكم في اللي وسلام عليكم اشتركوا في القناة